سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة حلقتنا النهاردة بعنوان نيرة وأماني وكرامة الرجال هتشوفوا السلايد بتاع عنوان الحلقة بعد قليل ولكن أنا النهاردة عايز الحقيقة أني أتكلم أولا أتوقف عند حدث هام جدا وهو تقديم العذاق للشعب البريطاني كله فريق قناة الحياة كله بيقدم العذاق للشعب البريطاني وكل الشعوب التي ترقستها الملكة إليزابيث الثانية اللي انتقلت إلى الأمجاد السماوية بالأمس بعد أن تربعت على عرش إنجلترا لمدة سبعين سنة الملكة إليزابيث ياريت تحطولنا السلايدة اللي بعد كده أحبها شعبها جدا ويعني وقرها لأنها كانت رمز للثبات والتفاني والقوة والالتزام بالقيم والأصول يعني الحقيقة إنه كتير من الناس اللي تكلموا مبارح بعد برغم إنها ستة كبيرة لكن الكل كان حزين ومصدوم في انتقالها السريع ده كانوا بيقولوا كتير من الناس إحنا اتولدنا وهي ملكة هي كل اللي عرفناها وهي كانت الشيء اللي بيمثل لنا السبات والاستقرار فالحقيقة إنها كانت قائدة عظيمة وسيدة رقيقة حنونة متعطفة مع شعبها ومتفانية في خدمتهم الملكة إليزابيث الثانية الحقيقة من أعظم ملكات العصر الحديث هي يعني في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين هي تعتبر يعني أطول الملوك والملكات حكما ويعني أعتقد إنها الأطول حكما عموما من الملكات في التاريخ إحنا بنصلي من أجل العيلة وبنصلي من أجل كل رعاياها في إنجلترا وأكتر من خمستاشر دولة حول العالم أمة حول العالم كانت تترقصها هذه السيدة العظيمة بنصلي أن يعين الرب الملك تشارز الثالث على المهمة القادمة أمامه عندي تعليق بقى على المشهد العام بالأمس في العالم كله لما أعلن خبر وفاة الملكة تحس كده يعني الخبر أولا لما طلع كان طلعا تدهور حالتها الصحية بسرعة جدا واجتماع العيلة من حولها بسرعة وبدأ الشعب البريطاني يتجمع حوالين القصر الملكي بكل هدوء واحترام وينتظروا ويصلوا ويحطوا الظهور على أبواب القصر ويحطوا رسائل خاصة للملكة وللعائلة الملكة على أبواب القصر ويرددوا النشيد الوطني ويعني الحقيقة في لحظة كده تحس أنه كل شيء توقف حول العالم يعني كل الميديا وقفت عشان تقول خبر وفاة الملكة لكن في اللحظة دي حوالين القصر بتاعها العالم نزل فعرفوا أن الملكة انتقلت بمنتهى الهدوء لم نسمع لا سريخ ولا عويل ولا صوات ولا لطم ولا يعني هدوء احترام لمكانتها احترام لمشاعر العائلة واحترام لبعضهم البعض الناس كانت بتبكي الناس كانت بتعبر عن حبها للملكة ولكن بمنتهى الهدوء في نفس الوقت يعني قالوا يعني يعيش الملك ابنها الملك تشارلز كان في احترام لمشاعر الناس بعضهم البعض مع وجود مئات من الناس أو يمكن ألاف اللحظات دي في يعني لم نسمع لا أصوات عالية ولا كلام ده كله لكن في هذه اللحظة ظهر فوق قصر الملكة قوس قزح رينبو فوق القصر اتنين فوق بعض خلينا نشوف السلايد اللي بعده هتلاقي صور كتيرة للسنين اللي كانت فيها ملكة 52 60 70 80 يعني على مر السنين قد ايه كانت جميلة قد ايه كانت سبتة قد ايه كانت مشجعة قد ايه كانت محتملة ويعني اللي مرت بيه هذه السيدة كم رئيس من رؤساء الدول في العالم كله لأمريكا واحدها مثلا تقريبا 14 أو 15 رئيس هي في فترة حكمها مر على أمريكا 14 أو 15 رئيس قابلت منهم 14 تقريبا حاجة زي كده تعاملت مع كل هؤلاء ما بالك العالم كله احنا عندنا في مصر الفترة أقل شوه يعني ثلاثة يمكن بس أو أربعة لكن يعني اتساع علاقتها واتساع إمكانياتها كان شيء كبير جدا شوف الصورة اللي بعد كده صورة قوس قزح فوق الأسر أنا ليه حطى لكم الصورة دي أنا ما بشوفش إنه الأمور دي صدفة ولكنها علامات أحيانا الله بيستخدم الطبيعة في إنه يدينا علامات قوس قزح علامة سلام علامة راحة علامة وعد من وعود الله الملكة كانت سيدة عظيمة ومسلمة وقوس قزح من علامات السلام الله مع الإنسان الحقيقة إنه الجميع شعر إنه السماء تحيي هذه السيدة الجليلة العالم كله توقف ولو للحظات ليلتفت لهذا الحدث الجليل وفي نفس اللحظة مع خروج أول خبر بدأت تعليقات المسلمين السمجة الخالية من الأدب والمشاعر والإنسانية الطبيعية المشاعر الإنسانية الطبيعية لنرى بقى وجه الإسلام الأسود المتشفي المتكبر على ألسنة شيوخ مش هقول عليهم أكتر بأنهم متنطعين وأتباع جهلة جهلة ملأ الإسلام قلوبهم بالغل العالم كله واقف علشان يحيي هذه السيدة يحترم مشاعر هذا الشعب لكن إحنا دايماً في خناقة على طول يقول لك شوف بقى والطعز بقى وملكة قد إيه ومش عارف إيه مش عايز أكرر الكلام السمج السخيف ده اللي يتكرر كل مرة ويتكرر يعني مفيش فرق بقى بين موت جرك المسيحي اللي تقولها ما تترحمش عليه وأعظم ملكات القرونة الماضية تنطع الجهل الإسلامي أنا يعني حقيقة أغضبني جداً الأمر ده بشوفه كل يوم من واحد راجل عادي في الشارع تقول عليه الراجل الجنة المسيحي ده الله يرحمه يقول لك إيه ده أنت مش فاهم دينك أنت بتترحم ليه كمان هذه السيدة العالم كله بيترحم عليها والعالم كله بيقول كلام جميل عليها أنتوا بقى لازم تطلعوا تطلعوا من جعبتكم من فضلة القلب يتكلم اللسان ما نجعلكم أوصيع على الناس وعلى الله في نفس الوقت المتكلمين يعني رشونا كده رشة جريئة مبارح والحد النهار ده لسه عمالين يرغو والتأليفات بقى وهي كانت ميتة من زمان بس ما قالوا لناش وكلام من دعو يعني لسه مقابلة رئيس الحكومة بتاعتها من ثلاثة ايام قابلتها وسلمت عليها وكل حاجة مش صورة ولا تمثال ولا أي حاجة لكن لازم بقى إيه نظريات المؤامرة والرغي الفاضي يعني يعني انت يا من تتكلم ماذا قدمت للبشرية حتى تقارن رأيك أو عدم رأيك بملكة إنجلترا وانت يا دوب بتفك الخط أتباع هذا النبي الكذاب أنا بقول لكم انتم أول المخدوعين يعني بتقولوا يعني هي مش هتروح بقى مش هعارف فين مش هعارف يعني وأهل النار وما نفعت حياتها مش هعارف إيه ده انتوا عمين تقولوا كده على كل الناس يعني مربط أمين طلعت صورتها بطبيعتها الست الأمر دي قاعدين تقولوا بقى والدنيا وما فيها وسيبوا مش هعارف إيه وعمل لأخرتك حاب أقول لكم انتم خدعكم نبي كذاب هذه السيدة أفلحت هذه الملكة العظيمة وكذا بمحمد ما أفلح قوم نولوا أمرهم امرأة هؤلاء القوم اللي انتم بتقولوا اللي ترقصهم امرأة والآن رئيسة الحكومة امرأة ويمكن تالت امرأة تبقى رئيسة حكومة في انجلترا ما زالوا فتحلكم الباب للجوء والمعاملة كبريطانيين لكم الحقوق والواجبات وانتم قاعدين تتنطعوا على الناس وتقولوا هندخل الشريعة ونلبسكم الطرحة ما حدش هيلبس الطرح غيركم نفكر سؤالي أين الأخلاق أين الأخلاق الأخلاق تختفي عندما يظهر الإسلام النهاردة يعني أنا متوقفة عند انتقال الملكة إليذبس لأنه الاحترامي الشديد دي هذا برنامج المرأة وفيه بنتكلم عن الكثير من العظيمات اللي أثاروا في حياتنا ومنهم هذه السيدة العظيمة مش هيجي زيها تاني يعني الأجيال الموجودة لا تبشر بالخير بصراحة يعني لكن you know لكن اللازمة الأساسية اللي أحب أن أوجه نظركم لها النهاردة أنه هناك تضارب بين الحياة في الإسلام والحياة في الواقع الإسلام لا يمكن أنه يعيش مع الواقع الحقيقي للإنسانية والعالم والتطور والمعرفة والخير والتقدم والمحبة والسلام لا يمكن لأنه كل ما يصدر منه اللي إحنا شايفينه ده كل اللي طالعين يقولوا لنا أين هي الآن هقول لكم هي مع المسيح وداك أفضل جدا المسيح اللي علمنا إن إحنا نحب ونتعاطف ونسامح ونقدم ونكون معونة لمن حولنا ونفرح مع الفرحين ونبكي مع الباكين أنا بسأل حضرات الوعاز أين ستكون أنت لو وجهت نفسك وتعليمك الإسلامي أنت عارف أن أنت مش عارف هتروح فين لو تقدر ترد لو تقدر تقول أنا ضم الجنة أقول لك لا لأن نبيك ولا أبو بكر ولا الصحابة ضمنوا الجنة ولم يأمنوا مكر إله الإسلام ومحمد قال لهم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعكس ده نبيكم اللي هو نفسه مكنتش عارف فين لأنه نفسه كان عارف إنه كذاب وإنه قدكم للهلاك افحصوا قلوبكم وفكركم وتعلموا من المسيح نفسه المسيح قال كده تعلموا مني لأنه وحملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتوضع القلب كذا نتعامل مع من حولنا المسيحي صورة لذلك خليني أقف عند الحتة دي وقول لكم حاجة النهار دا سمعتها في الميديا البريطانية إنتوا عارفين إن الميديا الغربية دايما ساكلر ما بيتكلموش في الدين بصورة شخصية لكن لم يستطيعوا إلا إنهم يتوقفوا عند إيمان الملكة إليدبس بالمسيح الذي جعلها إنسانة متوضعة متسامحة متفانية وكانت متيقنة إنها ستكون مع المسيح هي نفسها قالت كده والنهار دا كام مرة جيه في الاحتفالية الصلاة اللي كانوا فتحينها للشعب كله واللي تكلم فيها الملك تشارلز إنه الكل كان بيقول إنه المسيح كان مركز حياتها وإنه دا اللي خلاها العيلة كلها عيلتها والعيلة الأكبر تعتمد عليها البشب اللي كان بيتكلم النهار دا كان بيقول إنها كانت متأكدة من خلصها فأنا بقول لكم أين هي هي مع المسيح وذاك أفضل جدا أنا بصلي إنه النهار دا يعني الله يلمس قلبك إنت في الآخر أنا وإنت محتاجين نتواصل مع الله وفقط أنت مسؤول عن نفسك مش مسؤول عني وأنا مسؤول عن نفسي أمام الله مش مسؤول عنك لكني مسؤول عن كلمة الله أوصلها وإنت تقبل ولا ما تقبلش دا اختيارك لكن لكل من يدين ومن حوله بقولك افتح قلبك لربنا عشان تعرفه لا تدين لك لا تدان دا كلمات المسيح النهاردة كانوا اللي بيرددوا الشعب في احتفالية الملكة إليذابس كانت الآية من كورونسوس 15 بيقول كده هو دا سر أقولها لكم لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير دا رجاء القيامة مع المسيح وهكذا كانت هذه السيدة كانت عظيمة أنا وستكون مع المسيح لأنه كان مركز حياتها أنا بشكر ربنا من أجل حياتها وبصلي أنه دا يكون درس لنا نوسع فكرنا نبص للي حوالينا ونتعلم شوية من الناس اللي تلامسوا مع الله دلوقتي بقى انتقل للموضوع التاني وهو موضوع الطفل شنودة الحلقة دي فيها ثلاث نقط موضوع الطفل شنودة دا هيكون تعليق سريع يعني لأنه هيبقى فيه أمور يعني شرح مطول بعدين في برنامج الأخ وحيد لكن النقطة المهمة اللي هتربط الثلاث نقطة اللي هتكلم فيهم النهار دا هي التصادم بين الإسلام والواقع التصادم بين الإسلام والإنسانية التصادم بين كبرياء الإسلام وتواضع المسيح قصة شنودة كانت صدمة وصدام إنساني وروحي ومجتمعي هزت الرأي العام وكشفت عمليا فشل المنظومة الإسلامية فشلت أن هذه المنظومة أنها تكون إنسانية وقعية بأي شكل من الأشكال الصورة يعني ما فيش الحقيقة صور كتير الأب والأم دول مش بيعياتوا بالشكل دا ما فيش أي فيديو طلعوا تكلموا فيه ما تشوفهمش منهارين بالشكل دا قدوا أربع سنين ونص يربوا الولد دا واعتبروا ابنهم لأنهم ما كانوش بيخلفوا أحكي لكم القصة بسرعة الولد أمه أخدته وحطته في الكنيسة في حمام الكنيسة وثابته علشان يلقوا أهل الكنيسة لأنها يعني ما كانتش تقدر تربيه ما حدش عارف أمه مين فأعتقد أنه أب كاهن لقاه وبعض العاملين في الكنيسة وكانوا عارفين أنه الناس دول بقالهم 29 سنة متجوزين أو حاجزة يعني عمر طويل ومخلفوش فالناس دي تبرعوا أنه هما يعتنوا بالطفل هتكلم في النقطة دي بعدين لكن جت واحدة ست قريبة للزوج بلغت عنهم وقالت لهم أنه دول خطفوا طفل مسلم وعملوا مسيحي علشان الولد دا يتاخد فما تخسر هي الميراث كانت خايفة أنها تخسر الميراث الحقيقة أرجع بقى لقصة التصادم اللي بين الواقع الحياة الناس ويعني احتياجات الناس واحتياجات الإنسان والفهم للعلاقات الإنسانية والإسلام النقطة دي تجلت فيها بقى مشكلة التبني بشكل غير عادي اللي اتبانيت اتبنت على شهوة راجل مجنون بحبه للستات هو قال كده أنا يعني حب إليه النساء والعطر فيشتهي مرات ابنه فيروح منع التبني ويصبح مسؤول عن ضياء البلايين من البشر الإسلام حرم التبني بآية قرآنية وادعوهم لأباؤهم والكلام ده كله وكلمنا فيه مش يعني مش دي الحكاية الحكاية إنه الكل عارف إنه التبني ممنوع بسبب هذه الآية وبسبب هذا الرجل وبسبب جهله بقلب الله عندي نقاط محددة وزين بقول لكم الأخ وحيد يوم الاثنين اللي جاي هيخصص لكم حلقة لهذا الموضوع يوم الاثنين أرجو إنكم تتابعوها هكون فيها تفاصيل كتيرة طبعا أكتر من ده الأب والأم وحالتهم النفسية واضحة جدا يعني إنت عارف إنه الناس دول بيحبوا الولد ده بشكل غير عادي وإنه الولد ده كان مركز حياتهم وكان مسبب لهم يعني رجعهم للحياة مرة أخرى فده يقول لك إنهم كانوا بيعتنوا بيه عناية غير عادية وواضح يعني بص الولد لابسه ولابس بدلة وشوف جماله وشعره ومش عارف إيه يعني الحالة النفسية دي اللي هما فيها ما بتتغيرش أنا فجأت إنه لما طلعت القصة دي الولد كان متخد منهم بقاله سبع شهور وهم لسه بيطلعوا يعياته ونفس العيات ومتقلمين نفس الألم وبيطلبوا إنه هما بس يروحوا يشتغلوا خدمين في الملجأ عشان يبقوا قريبين منه طب بلاش ترجعه لنا بس خلونا نشتغل جنبه نعتني به هناك لكن لا إزاي بقى مسيحين هيعتنوا بطفل خدته الحكومة وقالوا إنه هما فقد أهلية إنه هما فقد أهلية لأنه مش معروف مين أبوه أمه فيبقى مولودة على الفطرة يبقى مسلم وسمه يوسف لا اسمه شنودة لأن الولد ده أمه ثابته في الكنيش الكنيشة مش على باب جامع أي مسلم أو مسلمة استحالة يدخل الكنيشة ويسيب ابنه فيها معلش معلش إنتوا عارفين إنه أكيد أمه مسيحي غلطت بقى أين كان بنت صغيرة حد دحك عليه أين كان أمه مسيحي إش عارفك إنه أمه أصلا مش ليه أبوه جاء وثابه في الكنيسة ممكن على افتراض الفريق بيقول لي بيفترضوا أن الأب مسلم لا مش ده الافتراض هو الافتراض إنه إنه الإنسان اللي مالوش أهلية ما نعرفش أهله يبقى مولود على الفترة لأنه كل بني آدم مولود على الفترة وأبا يهودان أو يمجسان وهكذا ده الحديث اللي تبانى عليه إلغاء أو إنهم يخلوا يبقى مسلم لأنه مولود على الفترة وكلمنا في حلقات الفترة وعبيد بطلين والكلام ده كله عن إيه الفترة اللي أنتو ما نتوش عارفينها أصلا ولا ليها معنى ولا تعريف حقيقة أصلا إيش عرفك النهاردة طالع واحد يحكي لنا يقول لا ما هو أمه عارفين إنه هو دلوقتي ممكن يكبر ويختار بعد كده بنفسه يا سلام طب إحنا كبيرنا هو دينا اختارنا إيه اللي حصل لنا يعني أنتو بتقولوا أي كلام يا أنت جاهل يا أنت زي بقيت الكل يعني يعني عايز تضحك علينا يعني قال يختار يختار إزاي يعني إزاي ف إحنا غالبا الطفل ده أبو أو أمو مسيحيين ليه تسب في الكنيسة لأن اللي ولدته أو اللي جابه عايزه يتربى في كنيسة ويبقى مسيحي عارف أن ده الإيمان اللي هو عايزه يربي فده يعني مش من حقكم أنكم تعملوا كده القوانين دي قوانين مجحفة أساسها التشريع الإسلامي والمشكلة في حياة الناس هو التشريع الإسلامي يعني أنتو لو فتحتوا باب التبني أمام المسيحيين والمسلمين على السواء هتلاقوا أنه يعني الملاجئ بتاعتكم دي هتتقفل الملاجئ اللي بيعتد على الأطفال فيها اللي بيتعذب الأطفال فيها اللي بيتحرم الأطفال فيها دي مشكلة كبيرة عارفين عندنا فيديوهات مالية الإنترنت لكن مين اهتم بهذا الطفل مين مهتم به أولئك الأطفال في عائلات كثيرة إحنا عندنا عائلات مسيحية تبقى الخالة عايزة تتبنى ولاد أختها اللي ماتت هي وجوزها فجأة مثلا ما تقدرش مفيش حاجة اسمها تبني ومن الممكن أنه يعني فيه واحدة فعلا كانت عايشة برة وحاولت أنها تعمل كده يقصحها إيه يعني لعبة كل اللعبات وما فيش فايدة عندهم الأفضل أن العيال يتحطوا في مالجأ عشان يخلوهم مسلمين يعني لا اعتبار مرة أخرى في النهاية لا اعتبار للإنسان والإنسانية وأهمية الإنسان كشخص وحياته أمام الإسلام هو كده النقطة التانية والمهمة بالنسبة لنا اللازم نعترف بها أنه الإجراءات القانونية لم تتخذ بشكل صحيح وأنا لا أعرف يعني معرفش الناس دي ولا أعرف ظروفهم لكن أنا بقول دايما أنه الإنسان المسيحي يجب أنه يتصرف تصرفات على حسب القانون علشان ما نرجعش أنه لام ويتقال أنه كنت زورته واللي عملته حاجة اتصرفته تصرف خارج إطار قانون البلد قانون البلد مكحف لكن قانون الله والإتكال على الرب دائما يجد لنا طريقة قلت الكلام ده لما المسيحيين كانوا بيقولوا للعابرين غيروا مثلا أسميكو واللي عمله غيروا البطاءات دايما بنقول ما تعملش حاجة خارج إطار القانون علشان لا ينسب ده للرب النهاردة كان فيه واحد طلع فيديو يقول المسيحين لازم يحترموا القانون يعني يعني المسلمين ماشينا على القانون ما بيلخبطهوش بس إحنا لازم نعترف إنه لازم نلتزم بقوانين الدولة زي ما بيأمرنا الكتاب إن إحنا نحترم الرؤساء ونلتزم بالقانون لكن نعتمد على الرب والاعتماد على الرب ده اللي بيورينا بقى الفرق بين الإنسان المتعامل مع الله وعايش معجزاته أنا بصلي من أجل العيلة دي وبصلي إن الرب فعلا يرجع لهم ابنهم بس كمان عندنا الشكل الإنسان المسيحي اللي شكلا فقط مسيحي ولكن ليس حقيقة في الست اللي راح تبلغت عنهم بالشكل ده عشان عايزة الميراة ده لأنها كدبت كمان وقالت ده طفل مسلم ففتحت الباب الحاجة الأخيرة اللي حب أقولها هي صمت الأزهر والسلطة أمام تضرعات العالم كله مسلمين ومسيحيين ما فيش كلمة ليه هو كده هو يعيش في مالجأ بس يعني نحن ننقذه من النار لا يا راجل أرجع تاني أقول لكم أنت نفسك مش عارف راح فين هتنقذ مين انقذ نفسك من الخرافات دي الأزهر صامت والعالم كله مسلمين ومسيحيين ويعني كتاب و ممثلين يعني قطاع كبير من الناس بتقول من فضلك ورجعوا الولد ده عارفين ليه لأن النهاردة الولد عايش في مالجأ عايش بلا أم ولا أب ولا رعاية وهم وقفين برق على الباب منتظرينه انتو مش مهتمين بحياة الولد ده نفسه لكن هو مكسب يعني احنا بتلعبه كتشينة بالناس يعني وانت نفسك ما انتش عارف انت رايح فين الولد ده في بيت المسيحيين كان ابن في المالجأ هو واحد رقم من الأرقام ولو كفله بيت مسلم ما ينفعش تقول انه ابن بل مكفول يقعد برة والستة اتغطي شعرها وما يسلمش عليها وما يقول لهاش يا ماما ولو قال لها يا ماما يبقى ايه يعني برضو من بعيد لبعيد ولا هنردعه بقى يعني زهقتونا بصراح هل اهتم الإسلام بنفسية الأطفال والعائلات لا شنودة قصة واقعية كشفت عجز الإسلام أن يحول قلوب الحجر إلى قلوب لحم عكس الكتاب المقدس بالكامل بصلي خلونا نصلي من أجل العيلة دي ومن أجل أنه الأحوال يا رب تلمس قلوب الناس أنا بس بصلي يا رب بنرفع شنودة أمامك الطفل البريء ده انت تعتني بي عن قرب انت يا رب لمست حياته وأنا بسألك إنك تتراء لي وإنك تعزي وإنك ترفعه وإنك تسنده وإنه يكون سبب لتغيير في قوانين الدولة في قلوب الناس في أفكار الناس بصلي يا رب إنه القلوب المتحجرة دي تعرفك فتشفى فتتحرر بصلي سلام من أجل الأم سلام من أجل الأب بصلي تعزية وتشجيع بصلي النهضة في الكنيسة تطالب جوانا بالتغيير عشان برانا ربنا يغيروه كمان في اسم يسوع وصلي خليني بقى أنتقل إلى النقطة الأخيرة اللي هنقعد نتكلم فيها بقى شوية دلوقتي هي عنوان الحلقة نيرا وأماني ورجال أمة محمد أنا كنت عايزة أحطي لكم كل الأسماء بس كان يبقى العنوان كتير أوي الحقيقة نيرا أماني سلمة إيمان كلهم قصص يعني إيه قص ولازق كده من بعضهم ابتدى الموضوع بنييرا ومحمد محمد بيقتل نيرا أمام يعني عارفين أنا أسفة نيرا والقاتل لأنه يعني مش عايزة أسميه بصراحة منفعش اسم البنت الضحية يتحط جنب اسم الولد ده اللي انتو عملتوه بطل اسفاجة تانية كل دول ابتدوا بنييرا تقتل أمام الجامعة من ثلاثة شهر تقريبا في خلال الثلاثة شهر دول اتقتل أربع بنات بنفس الطريقة اللي هو الكابي كاد نيرا وأماني وسلمة وإيمان أمام كرامة القاتل أو كرامة الرجال في هذا المجتمع الحقيقة أنه كرامة الرجال هي يعني السنتر المركز بتاع كل القصص دي لأنه احنا احنا يعني أنا النهاردة عايزة أتكلم عن عقلية القاتل عقلية القاتل نبع من عقلية المجتمع هعيدها وأقولها ألف مرة دي نيرا العالم كله فاكرها وعرفها يعني بعد قتلها الحقيقة أنه يعني الدنيا تقلبت كان فيه مرحلة تعاطف كبيرة جدا معنا يرى ولكن بعد محمد ما دخل المحكمة القاتل ما دخل المحكمة حصل كده يعني ايه شد وجذب بقى فيه جزء من الناس يقولك لا ما هو أصلي حرام أصلي فيه بينهم رسائل أصلها كانت شجعته أصلها أغرته أصلها تحكيت عليه أصل الواد يعني نفسه تكسرت طبعا لبسها وشكلها ده كان حاجة تانية خالص بقى وتصرفاتها وطلعوا لها فيديوهات وكلام من ده يعني وعلى فكرة فيديوهات مفياش أي حاجة ولا لبسها كان فيه أي حاجة لكن عقول بقى ابتدت تلقي اللوم وتلقي الشبهة على إنسانة وتحاول بقية تلمع شوية في القاتل المجرم ده شفنا الرجالة بقى اللي عاملين يقولك أنا أدفع دي وعشرة مليون وياريت ومش عارف إيه عشان ما يعدمش خسارة يا حرام وحاجات زي كده ده ده لم يتغير في التلاتة شهر اللي فاتوا دلوقتي عندنا حكم يعني النقد حكم الإعدام اللي يعني بيترقصه فريد الديب والحقيقة إن ده مدهش جدا وهتكلم فيه بعد شوية لكن كل المدافعين عن قاتل نيرا كانوا دائما بيجدوا ليه أعذار ما تعرفش إزاي يعني إيه عذر واحد مسك سكينة وإنه يعني الغريب إنه المحكمة كانت مفتوحة للناس تسمع القاضي بيسأل ورايح جاي وهو بيقولك لأ أنا روح اشتريت السكينة ولازم تبقى جديدة وحمية واشتريتها من ثلاثة أيام وروح تستنتها ومشيت وراها وركبت وراها وطلعت وبعدين عارف أنا بضرب فين عارف أنا عارف أنا بضرب فواحد يعني قاتل مع سبق الإصرار والترصد الناس دي بيقى بتجد له أعذار ليه عشان لما يطلع بقى إن شاء الله هينفعنا في إيه مش فاهمة عشان لما ما يموتش ده حيحصل لنا إيه يعني في المجتمع عارفين إيه لا يحصل في المجتمع حيحصل بقى بعدها سلمة من الشرقية سلمة بقى من الشرقية ده برضو قصة مشابهة على فكرة سلمة طالبة في إعلام والقاتل كان بيعمل فيديوهات وحاجات زي كده وكانوا أصحاب وفيه صور لها معاه ومع مجموعة من الناس وكانت في فيلم من الأفلام أو الفيديوهات اللي هم عاملينها سوا فغالبا هم مجموعة من الشباب بيشتغلوا مع بعض في فيديوهات إعلانات حاجة إعلامية حاجة زي كده يعني المهم إنه برضو تقدم لها سواء كانت وفقت ولا ما وفقتش وبعدين رفضت ما يهمنيش القصة بصراحة يعني يعني ممكن واحدة تقابل واحد وتقول وتلاقيه لطيف مثلاً وكل حاجة فتفكر في الأمر لكن تلاقيه مش كويس بعد كده فتقوله لأ معلش ساري يعني الموضوع مش هينفع فيقولها لأ هينفع غزباً عنك وإذا مردتيش هقتلك لأننا بتدينا ندي أعذار للأشخاص اللي بالشكل ده فيحصل بقى قصة سلمة والراجل ده يتربص بيها ويمشي وراها ويدربها بالسكاكين عدد رهيب من الطعنات حاجة يعني مرعبة جداً وكان ماشي يكلم نفسه ومش عارف ايه واحد في حالة هستيرية أنا عايزة أقول حاجة دلوقتي القاتل قاتل سلمة أحلو أوراقه المفتي بيقولولي لكن هو أحيل لأنهم يعملولو سيكولوجيكول إفاريواشن يعني يحولوه لطبيب علشان يعني يقدروا يشوفوا قدراته العقلية شكلها ايه الكل عمال يقول إنه هو مجنون أنا سمعت حاجة سمعت أبو بيتكلم الحقيقة إنه كلام الأب عن الولد بيقول إنه هو عنده حالة من زي بيقولوا عليها بايبولر اللي هو الناس اللي بيبقى عندهم حالات من العنف الزايد بيقدروش يسيطروا عليه فبياخدوا أدوية ده مرض عندي ناس كتير جدا في العالم بيبقى خلل كيمياوي لكن ده لا يعني إنه المريض لا يعاقب على فعله يعني هو مش مريض عشان هو مريض أو ما تفعلوا دي وطلعوا لا بالعكس هو يعالج ويعاقب وياخد علاج الجريمة اللي عملها لكن إحنا عندنا نروح أتقولك يا عيني قص الواد ومش عارف إيه طب إش معنى يعيني الواد سؤالي إش معنى يعيني الواد ليه الراجل بيوضع في هذا المكان وعلى طول يفترض إن البنت هي اللي عملت حاجة غلط ليه؟ ليه المجتمع يجب أن يجد أعذار للولد وللبنت؟ لا عندما يقال أن هذا المجتمع مجتمع ذكوري يعني أنا مش من أسبوعين ثلاثة لسه اتكلمنا عن حدثة الزهراني اللي قتل مراته ودفعوا له دية ولموله دية ووقفين قدام الباب يهللوا ويسقفوا ويزغرتوا كأنهم يعني حرروا فتحوا عكا مثلا وهو قتل مراته أم ابنه يعني ليه؟ ومحدش عارف الستة عملت إيه؟ خالص ولا حد عارف ما عملتش حاجة بعد كده بقى الحادث ده يقود إلى حادثة أخرى وهي حادثة أماني الجزار من المنفية الحقيقة بقى حادثة أماني دي يعني يعني كتمت نفسي بقى يعني أنا تعبت من الحوادث المتكررة اللي بالشكل ده لكن تعليقات الناس عليها المرة دي الحقيقة هي اللي خلتني أفكر في موضوع الحلقة أنه قرامة الراجل في الإسلام الراجل المسلم اللي تربى على هذا الفكر وكيف ينظر للمرأة هو اللي بيحدد لنا هيتصرف إزاي وأنه هناك أجيال لم تربى على فحص النفس النظر إلى الذات التفكير في المجتمع ككل ولكن التركيز على كرمتي وأنا ومين والكلام ده كل العنجها الفاضية دي اللي حصل إن البنت دي ده كان قريبها اتقدم لها رفضته عائلتها رفضته لأنه كان أخلاقه وحشة والناس اللي حواليه بيقولوا أخلاقه وحشة فمشي وراها وهي رح تشتري عيش ضربها بخرطوش بهدل جسمها كله ماتت في ساعتها نبص بعد كده الولد ده طلع وراح عامل فيديو وقال أنا ما كانش قصدي وانا بحبها ودي هي كانت كل حياتي وانا وهي كانت بتعتني بيا وانا مش عارف ايه وانا رح قتل نفسه هل ده مختل؟ ممكن بس إيه السبب اللي يخلي الشباب بالشكل ده تبقى حياتهم متوقفة على البنت اللي هو بيحبها يقال إنه بيحبها ولما ترفضه يروح قتلها أي نوع من الحب ده؟ هل ده حب ولا حب امتلاك ولا قرامك جرحت ولا أنا حوريكي ولا أنت مين عشان تقوليلي أنا كده ولا أنا يعني يعني ده داخل فيه ايه؟ اتربيته ازاي؟ يقولك قتل نايرة ده ده بيصلي ده بيصلي الفرد بفرده مثلا هو صلى وصام وراح قايم جاب السكينة ودبح البنت استخرب بنا بقى في القتيلة اللي هيقوم يقتلها الصبح كيف تشكلت أذهان هؤلاء؟ في تشابه بين الجرائم دي يعني غريب جدا في نفس وقت جريمة أماني كان فريد الديب أو مكتبه بيقدم الطعن في الحكم على محمد عندما يقدم فريد الديب وراجل بإمكانياته ومكانته الطعن في الحكم على حكم الإعدام بتاع محمد يعني بيقول للمجتمع ايه؟ يعني أنا لازم أقف برضو هنا وأقول حاجة أنا جدتي كانت من أوائل هما كانوا اتنين ستات اللي اتخرجوا أول دفعة من كلية الحقوق واشتغلت في المحامة فعلا ولكن جات في وقت وده كان نادر جدا فجات في وقت قالت لا أنا مش هقدر أعمل كده لأنه بيجي لي ناس أنا عارفة أنهم مجرمين وأنا مش عايزة أدفع عنه ما قدرش أدفع عنه مش هلتزم بالدفع عنه القانون بيعطي لكل شخص الحق في محامي يدفع عنه لكن برضو في إطار القانون يعني أنا ممكن أنظر للإجراءات آه والكلام ده كله لكن أقلف في الإجراءات بقى في واحد في مكانة فريد الديب يعني علشان خطر يضرب الموضوع ويبقى لو مكسب في شيء يعني وخدها تحدي على حساب الأثر ده على المجتمع تحدي لسمعته ولسمعت مكتبه إنه يقدر يقدر يقدم الحاجات اللي الناس كلها ممكن ما تقدرش تعملها على حساب بناء مجتمع فلما فريد الديب يعمل كده يقوم يبقى واحد تاني كده زي الرجل الولد اللي قاتى الأماني ده هيبقى في منه اتنين تلاتة اربعة بعد كده عارفين إنه يعني في حد هدفع عنهم ولا يدفع لهم دية ولا مش عارف إيه صورة للمجتمع يعني غير مقبولة بالمرة ولكن بتتطور للأسوأ يعني من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في الحيثيات اللي بتكلم عنها فريد الديب كذا حاجة الحقيقة كذا نقطة أنا أقولكم بس مثل منها لما قالك قالك إنه إنه الهيئة كانوا هيئة المحكمة كانت أربعة والمفروض إنه هما يكونوا تلاتة بس فده خطأ لأنه لازم يكونوا يعني في أفراد تلاتة فلو اتنين اختاروا ده واحد يبقى هو الفارق يعني كل واحد اختار حاجة يبقى واحد منهم يبقى هو الفارق لكن لو أربعة ممكن يبقوا متساويين فقالك إنه ده غلط مع إنه عارف عارف المحامي قال بيقول هو عارف إنه هما تلاتة بس اللي صوتوا في الحكم والرابع لم يصوت هو كان مشترك بس في المحاكمة لكن ليس في التصويت على الحكم أو اختيار الحكم هل فريد الديب ما يعرفش كده؟ يقولك له عارف الأستاذ عبر أديب عمل مقابلة مع محامي بيفند الأحكام دي كلها لكن لا هو الأستاذ عارف يعني بس هو عارف بس بيناطح علشان يلاقي له صغرة في القانون وهو عارف القوانين اللي موضوعها اللي مشت عليها المحكمة كلها سليمة لكن لازم يناطح لأي هدف أنت تهدم المجتمع وتعدد زكورية المجتمع وبتضيع حق الناس فدي يعني على طول لازم تنتج لنا ناس زي قاتل أماني وغيره وغيره في موضوع قاتل أماني ده نشوف السلايد اللي بعد كده يعني حقرلكم حاجة الحقيقة يمكن هي كانت المصدر الرئيسي لإني فكرت أن الحلقة دي بقى ده يعني مجراها الأستاذ عبد الرحمن في ساعتها على طول بعد قاتل أماني طلع كده قال إيه يا جدعان أكيد ما يقصدش لحولها ولا قوة إلا بالله الحب بقى وتأثيره على الشباب بيعمي فأكيد ما يقصدش ضربها بمزدس خرطوش في ظهرها فارتكها اللي ما يعرفش الخرطوش ده إيه يعني ده حاجة بتنتشر كده تضربها تروح منتشرة فبهدل أي حاجة تخبطها يقول لك الحب بقى وتأثيره على الشباب بيعمي مفهوم الناس للحب إيه أنا مش فاهمة مفهوم الإنسانية في العالم ده في وسط العالم ده للحب إيه أنا يعني مش قادرة أفهمه خالص الحب عناية يعني ياريت كده لما نقرأ المحبة شكلها إيه في الكتاب المقدس لا تقبح لا تذكر السوء لا يعني تتفانى تقدم تعطي ملهاش كده يعني ملهاش علاقة بالحب ده بيقولك تأثيره على الشباب بيعمل النفوس ويلغي العقول وبعدين الغلط عليها وعلى أهلها وما هي عارفة إنه بيحبها وعايزها في الحلال كان المفروض تنقل لمكان تاني أو تروح بلد تانية لإنها فتنته يعني قاربها وهي عارفة إنه عايز يتجوزها وقالت له لأ لأ تمشي من البلد هي وقالها بقى هتقعد تغريلنا الود تضيع علينا مستقبل الود ما تروح هيب ده يا بقى يعني مش كده مش ده التفكير ده مش تفكير شخص ده تفكير مجتمع استسهل إنه المرأة تستخدم وإنه الراجل ليه كل الحقوق وإنه المرأة هي السبب في المشكلة وهي السبب في الخطيئة وهي السبب في كذا وهي السبب في كذا أنا أسفى ده مش تفكير فرد ده تفكير مجتمع الراجل هي عارفة إنه بيحبها وعايزها في الحلال كان مفروض تتنقل لمكان تاني أو تروح بلد تانية لإنها فتنته وفتن الدماغه ولو قصده تغويه وتفتنه وده اللي باين إنها قصده علشان تكسره يبقى هو راجل وسندال مش عارف يعني إيه سندال دي يعني يعني جدع راجل جدع مش كده لو هي بقى قصده كده وهو ده اللي كان باين أنا عايز أفهم حضرتك جبت معلومات إنه كان باين منين عشان فيه ناس بتقعد تقول أصلها مش عارفة بعثت له إيه والبنت دي بالذات مفيش حاجة تباين إنها كانت على علاقة بي ده كان قريبها بس مثلا يقول لك لأ هي واضح يبقى راجل بقى مدام كانت بتفتنه ومش مفعل يبقى راجل بقى وجدع وخد بحقه بقى وبيعرف ياخد حقه بدراعه من المغويات وكويس إنه عمل كده بدل ما كانت تبقى لغيره ويعيش طول حياته مكسور ربنا يطلعه على خير يا رب سليم معافى أمة محمد محتاجة رجالة زيه وفي شجاعته والله طبعا الأستاذ عبد الرحمن ده مشروع قاتل ولكن للأسف عندنا مشاريع قتلة كتير بتفكر بنفس الطريقة ويقول لك أمة محمد محتاجة رجالة زيه ولو ما تخافش وأنتم أمة محمد فيها رجالة زيه كتير لأن الإسلام لا يربي القلب والعقل والفهم ولكن يعني الحقيقة بيحولكوا إلى أحوش تنظر للمرأة على إنها شيء يعني أنا مش قادرة أصدق إزاي فيه عقلية بالسقفة المشكلة في عقلية القاتل المجتمعية بقى عندنا قطاع من الناس في المجتمع عقليتهم بالشكل ده عقلية القاتل اللي إحنا بنشوفه النهاردة دي نبعة من عقلية المجتمع اللي بيربي أولاده كده بصوا بقى القصة العجيبة دي قصة عجيبة لكن مش نادرة ومرة أخرى عندنا يعني أستاذ آخر مشروع قاتل أيضا بيقول كده أنا خطبت من أسرة بسيطة جدا قصد عشان أنا كان ليا تجارب كتير جدا جدا في الماضي خطبتي كويسة وكل حاجة ومرة رجبت معايا عربيتي والكرسي كان عاوز يرجع لورا قامت عرفت تعمله لوحدها وده طبعا مؤشر مش كويس فقلت لها أنت عرفت إزاي ومحدش من أهلك معا عربية قالت لي عربيات صحباتي فطبعا أنا ترجمت إنهم مش صحباتها طب أنا دلوقتي أخطب إزاي لأن حتى دي طلعت كده رغم إني عملت ليها اختبارات كتير ونجحت فيها بس دايما الزاكي ممكن تفلت منه زي ما حصل معاها أقول لأهلي إيه بقى لو سمحتم عاوز أرأكم أنا رأيي إنك محتاج مستشفى أنا رأيي إن عقليتك وعقلية الناس غالبا ربوك هتكون بنفس نفس المستوى واحد لف الدنيا بقى وبرا معايز يتجوز قطة مغمضة ومالهاش علاقات وحتى البنت اللي متربية في بيت بسيط عشان عرفت ترجع كرسي العربية فتبقى كانت بتركب مع شباب شايفين التوقعات يعني البنت دي ممكن فعلا تكون عمرها ما رجبت مع شاب ولا أي حاجة لكن رجبت مثلا رجع من الجامعة مع صحباتها بعربية حد من صحباتها بلاش يا اخي ما بتشوفش الناس في التليفزيون بيرجعوا الكرسي في العربية ولا بيطلعوا لقدام مثلا ما فيه مليان لكن انت عقليتك بتقول لك انه اي واحدة ست انت عايزها تكون يعني شيء للاستخدام ليك وهتكون حياتك معاها ايا كانت الست دي ملاك بقى منقبة من راسها الرجليها ما خرجتش من باب بيتها مرة حييجي في بالك انها مرة فكرت في حد فمش هطيق نفسك لان عقليتك انت عقلية مسيطرة يعني بتعطي لنفسك حقوق ما انتاش عايز تديها ل انسانة ممكن يكون لها كان علاقة بواحد مثلا كان هيخطبها ولا انت مالك لكن انت تتجوزها وتروح تمشي على حل شعرك عادي عادي ايه اللي بيربي في الرجال دول نظرة للمرأة على انها كائن لا يؤتمن ازاي الراجل اللي بيتكلم ده مش شايف فداحة الافكار المسممة المريضة اللي هو بيقدمها ويلوم البنت ويقول لنا انصحوني لوم الضحية ولوم ولوم البنت يقولك البنت قهرته البنت اغرته البنت كذا البنت كذا ده من سمات هذا المجتمع اللي يعني اتربى فيه ان الست هي يعني تروح وتيجي وراها الشيطان يا قدامها الشيطان يا دايما زي ما قال محمد اللي قال عليها محمد انها من نقصان عقلها ودينها كمان هو شاف انه يعني معظمكو في النار فطبعا اذا كل النار ستات بقى يبقى كلهم ستات وحشين الاسلام وضع المرأة في مكان يعني الحقيقة اخذ كتير من انسانية من انسانيتها ووضع عليها حمل انها تشيل شرف الاسرة وعار الاسرة وكرامة الاسرة وكرامة الراجل وكل ده يضع عليها فينظر ليها الراجل على انها يعني اذا قالتلو لأ تبقى انتي مين انتي عشان يكون لكي رأي اصلا وبعدين يرجعوا يقولولك لأ اصل الاسلام يعطي المرأة مش عارف ايه حقها وكرامتها وكلام من ده ممكن يكون ده نظري مثلا عشان احنا شايفين العمل على الارض لا احترام للمرأة في مجتمع اسلامي او قانونه وشريعته مستمدة من الاسلام لا احترام للمرأة سواء كانت من رئيس الجمهورية من ملكة من الى رب البيت لا احترام للمرأة ولا كيانها في هذا المجتمع في تصادم كبير بين اللي احنا بنشوفه في العالم كله الطبيعي في العالم والنفس الانسانية وما تقبله وما لا تقبله والقوانين الاسلامية ما تترحمش على حد عشان ده يعني لا ما حدش يرضى انه ربنا مش هابل من حد غير الاسلام ما تترحمش عليه طب انا حرة اترحم انت مالك لا ما تترحمش فحتى الرحمة يمنعها الاسلام بل يعطي حق للناس دول اللي بينظروا علينا ان هما يوقفون من اننا نترحم على حد مثلا وكأن الرحمة في ايديكم مثلا في فكرة التبني النهار ده نرى تصادم بين الاحتياج الانساني الموجود عالميا لان هؤلاء الاطفال يعتنى بيهم والاسر المحتاجة اطفال يكون ليهم حق في هذا الاطفال ولكن الاسلام يقول لك لا لا ما ينفعش فيش تبني دعوهم لأباءهم وكل هذه الخرافات اللا انسانية مصدرها فكر شيطاني يفصل بينك وبين فكر الله ويقيد انك تكون انسان تستطيع انك تغير مجتمعك بشكل افضل لانك عندك القوانين الاسلامية تمنعك من ده بين المرأة والرجل في فرق كبير في المجتمع الاسلامي التصادم هنا بيأتي لان الراجل يسيطر والمرأة بس ترفع صوتها هتلاقي الف من عايز يسكته لانهم مش قادرين اقرامة الراجل في المجتمع الاسلامي لا تستطيع انها تحتمل ان امرأة ترفع صوتها او تقول لا او تختار او تنمو او تعلو او تكبر هزت كرمته هزت مشاعره القتل اللي تكلمنا عنهم النهار ده دول ما فيش واحد فيهم يستبدل واحدة من البنات دول لكن المجتمع الاسلامي المريض يدافع عنهم بصلي ان الله يعطي شفاء في نفوس وعقول و يعني قلوب المستمعين النهار ده والله يعطينا ان احنا نرى من محبته وغفرانه وسلامه في مجتمعاتنا وتغيير حقيقي على الارض وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر